من بارح كان في تصريحات لمصدر مصرافي مسؤول أكد فيها أن مصر سددت مديونية خارجية خلال شهر ديسمبر اللي فات بقيمة بلغة مليار دولار في نوفمبر اللي قبله كانت مصر سددت واحد ونص مليار دولار يعني بشكل عام إجمالي سداد الالتزامات الخارجية لمصر بلغ اتنين ونص مليار دولار في شهرين ورغم كده الاحتياط من النقد الأجنبي زاد بأكتر من ربعمية وسبعين مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكتر من 34 مليار دولار وده أعلى مستوى منذ شهر مايو عشرين اتنين وعشرين خلونا نعرف قبل ما نروح لمحمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز المصري نأكد مرة تانية هذه التصريحات اللي قالها مصدر مصرفي مسؤول وأكد فيها أن مصر سددت مديونية خارجية خلال شهر ديسمبر اللي فات بقيمة بلغت مليار دولار بنقول مرة تانية نوفمبر اللي قبله مصر سددت واحد ونص مليار دولار يعني إجمالي سداد التزاماتنا الخارجية بلغ اتنين ونص مليار دولار في شهرين ورغم كده لاحتياطي من النقد الأجنبي في بنقنا الوطنية زاد بأكتر من ربع مية وسبعين مليون دولار خلال شهر ديسمبر يسجل أكتر من اربعة وثلاثين مليار دولار وده أعلى مستوى لمصر منذ شهر مايو عشرين اتنين وعشرين